هل أحد منا فكر سابقا؟ أين هبط إبليس على كوكب الأرض حينما طرد من الجنة؟ وما علاقته بمثلث برموضة؟ وأين بنا مملكته وعرشه؟ مرحبا بكم في قناتكم تفق في دقائق يشغل الشيطان مساحة كبرى في التراث الإسلامي باعتباره العدو الأول الذي يجب محاربته لأنه وجنوده لا يتوقفون عن الإفساد وإثارة الفتنة في الأرض بين البشر بعضهم البعض إبليس هو كبير الشياطين حسب الدين الإسلامي وهو جني كان من الجن العابدين لله ومن عبادته لله كرمه بأن رفعه الله في الملأ الأعلى لكنه عصى الله بانتناعه عن السبود لآدم عليه السلام بعدما نفخ الله فيه من روحه كما ورد في القرآن الكريم كما كان اسمه قبل معصيته العظيمة عزازيل وكنيته أبو كردوس ويطلق إثم الشياطين على الذين يسلكون سلوك الشيطان من البشر والشيطان هو عدو الإنسان الدائم إلى يوم القيامة وكان هو السبب في إخراج آدم وحواء من الجنة بعد أن جعلهما يأكلان من الشجرة المحرمة وهو من الجن حيث يستطيعون أن يرون نحن البشر في حين أننا لا نستطيع رؤيتهم كما قال الله تعالى خلق إبليس من نار كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم كسائر الجن وكان يعبد الله مع جملة الملائكة حتى أمره الله بالسجود لآدم مع الملائكة فأبى واستقبر على أمر الله فلعن وطرد من الجنة وطلب من الله أن يمهله إلى يوم الدين كي يغوي آدم ويغوي ذريته وأصبح عدوا لبني آدم إلى يوم البعث يوم يحشر البشر والجن أجمعين يعتقد بأن الشيطان يستطيع أن يتجسد في صورة الإنسان أو الحيوان كما دل في ذلك حديث أبو هريرة مع رجل كان يحاول سرقة الطعام وقبض عليه أبو هريرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شيطان ونقلا عن كتاب حوار صحفي مع الجني المسلم للكاتب محمد عيسى داوود حيث يرى أن الجن يستطيع التشكل في هيئة أخرى مع العلم أن هذه القدرة للجن المتمرسين أن ليس لجميعهم ومدة التشكل على هيئة أخرى قد لا تزيد عن أربع دقائق والله أعلم كان الجن يسكنون الأرض قبل أن يسكنها البشر فأفسدوا فيها فأهلكهم الله إلا إبليس فإنه آمن فجعله الله في جملة الملائكة في الملاء الأعلى ولكن إبليس لم يكن من الملائكة لأنه ليس ملك وإنما كان من الجن العابدين لله في الأرض فكرمه الله سبحانه برفعه للملاء الأعلى مع الملائكة لأن إبليس مخلوق من نار خلافا للملائكة الذين خلقهم الله من نور لأنه من الجن بينما الملائكة لا يعصون ربهم أبدا وبالتالي عصى الله بامتناعه عن السجود لآدم لأنه كان من الجن وقال ابن كثير فإبليس لعنه الله حي منذر إلى يوم القيامة بنص القرآن أقد قال رسول الله عرش إبليس في البحر يبعث سراياه كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس الشيطان يريد أن يعظم نفسه ويحقق برياءه فصنع لنفسه عرشا وهو يعلم أن عرش الرحمن عز وجل كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض كما قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وفي البخاري عن عمران بن حد يتحدث الشيخ الدكتور عائد في كتابه الحقيقة الغائبة أسرار برمودا والتنين من القرآن والسنة عن السر الكامل وراء حوادث اختفاء الطائرات والسفن التي حصلت في منطقة مثلاث برمودا تقع في البحر الكاريبي بين خليج المكسيك وغزر الكوبا وعلى مقربة من الساحل الشرقي الجنوبي للولايات المتحدة الأمريكية فيزعم أنها قاعدة للشيطان وأتباعه من الجن السفلي وهو يستدل على ذلك من خلال الإتيان بآيات من القرآن وبعض الأحاديث الشريفة وبعض ما تناقلته الكتب القديمة رغم أنه لم يتطرق إلى تاريخ حوادث الاختفاء وظروف حدوثها الطبيعية أو حتى إلى التفسيرات العلمية الحديثة التي تناولت تلك الظاهرات والتقارب مثلاث برمودا أو ما يعرف بمثلاث الشيطان المكان الأخطر في العالم الذي اختفى فيه عشرات الطائرات والسفن التقارية والحربية والغواصات حتى أنهم لم يجدوا أي آثار لأي حطام ولم يصدر ممن اختفوا أي استغاثات فيختفوا عن الوجود فجأة هذا هو المكان الذي يعتقد البعض أن عرش إبليس يلقى فيه وأسس ذريته المخيفة التي تدمر كل من يقترب من عرش ملكهم فلا يعرف عددهم وبأنواع مختلفة فمنهم من كفر مثل إبليس وأتباعه ومنهم من آمن وتاب وأصبح من الصالحين من نوع الجن الناري أما الجن الضوئيين فعددهم قليل ولكنهم أقوى أنواع الجن على الإطلاق فاستطيع عدد قليل منهم إبادة جيش من ألف جن من أنواع الجن الأخرى وهم الجن التائبين المسلمين أهم أحفاد الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته وهم يساعدون البشر أحياناً في أعمال خير وترد الجن الكافر والشرير وأما النوع الأكثر انتشاراً هو الجن الناري أحفاد إبليس فهم أكثر انتشاراً وأغلبهم من الكافرين الذين يعبدون إبليس وينشرون في الأرض الفساد والجن المائي يعيش في الماء ويستطيع الطيران بالتحكم في بخار الماء ليرفعه إلى السماء وأما الجن الطرابي فهو جن مرعب يسكن في المنازل المهجورة يحول حياة من يأتي لاستكن فيها إلى جحيم وهو أكثر الجن شراً حفظنا الله وإياكم منهم جميعاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد